من صدفان بدي رحب بكل سماعا برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد ضمن برنامج وقفي موقف رح يكون موقف من ضيفتنا الكاتبة في السياسة ورئيسة جمعية المناضلة الأجنبية على الأراضي الفلسطينية راشال كوري أهلا وسهلا فيك أمريكية الأمريكية أستاذي سوريا عصي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أول شي سماحي لي سجل موقف بالبداية نحنا اليوم مشغولين كتير بفلسطين مشغولين اللي عم بيصير بالحدود عن المتغيرات السياسية اللي عم بيصير بالمنطقة عن المتغيرات السياسية اللي عم بيصير بالعالم عن الاستفافات عن التحديات عن البطولات اللي عم بيصير كتير أسئلة لكن في لبنان بيضل عنا في شي بيلهينا واللي بيلهينا للأسف أوقات إشياء قليلة فينا نحطوا سايلانت للتليفون إذا أمكن أوقات في أشياء بتلهينا بكون بسيطة وأوقات شي مستحدثة والمقصود أنه يلهينا لأنه البدو يمرو يمكن أصعب بكتير بالساعات الماضية وبخلال ثلاثة ايام ثلاثة أحداث أبطال الأخوة السوريين في لبنان ما بعرف قديش نحن أمام هذه الأحداث المركبة أو العفوية أو المقصودة بمعنى أو بآخر كان فيه تهريب لسوريين بفان ما بعرف إذا شفتين كيف فك الجيش اللبناني أسفل الفان وناس دالون وهيدي تركت أسئلة كبيرة يعني لبنان يلي عم بيش اليوم جزء منه بنحرب في حدا عم بيسعى أنه يدخل لأله ويكون فيه مزيد من النزوح على الأراضي اللبنانية الشغلة الثانية القاء القبض على السوريين عم بيسرقوا بأحدى المناطق اللبنانية بجبال بالتعديد مناطق جبال والاعتداء عليهم بالضرب وهيدا مرفوض فيك تلقطوا فيك تمنعوا فيك تسلموا بس الطريقة العنف اللي صارت مش مقبولة والحدث الثالث هو تسجيل صوته تسرب لأحد السوريين يلي عم بيهدد فيه نساء بيئة معينة بمجتمعنا كمان هيدا الشي مرفوض مشين هيك عم بقول متلهونا بتفاصيل نحن معركتنا اليوم مش معكم ومش عليكم ومش على تفاصيلكم معركتنا أبعد بكتير 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 ومشروعنا وهدفنا وحلمنا أبعد منكم بكتير هود القصص خيات مروق على سلام هيدا موقفي شو موقفيك؟ موقفي متل موقفيك يعني أساسا هيدا الكلام اللي كنا عم نحكيه من بداية الحرب على سوريا والانقسام اللي حصل في لبنان حاول أنك توقفي مع أو ضد وكنا كل الوقت عم نقول هيدا الحرب حرب علينا بنفس الوقت على لبنان وعلى سوريا متل مليون حرب غزة نحنا منخرطين فيها لأنه نحنا معانيين بالحرب على غزة بحرب الإبادة بغزة متل اللي عم يصير الاعتداءات العدوان اللي عم يكون على غزة على لبنان على سوريا على ضفة وكمان اليوم بلشت تطلع الأخبار على الذي يحصل في أراضي 48 بالأراضي المحتلة منذ 48 وبالتالي هي الحرب وحدة وأساسا كل الوقت كانوا عم يلهونة بهذا الموضوع لأنه إذا بتذكري من خلال سنة والكلام عن موضوع تهريب السوريين وبخلال الأربع سنين الخمس سنين الماضية كيف كان عم يصير في هذا التحريض بين لبنان وسوريا وكنا عم نسمع بأصوات ما يسمى بالمعارضات السورية إلى تسليح المخيمات وغيره وآخر أشهر يعني كان تحديدا عم بيكون تسليط الضوء على تهريب السوريين من اللي عم يجوا بأفواج وبالألافات وبالمئات بسن معين أنه هؤلاء مجندين هؤلاء هؤلاء صادفوا كمان مع أحداث عين الحلوين كمان مع أحداث عين الحلوين كمان ومش من أشهر لأ آخر شهرين إذا ما نذكر قبل بشهر من حرب غزة وبالتالي يعني معروفة أساساً بلبنان كانت يعني محاولات الإلهاء منذ الـ 2019 اللي كانت بزروتها لأنه بكل خلق من الـ 2005 ونحن عم نعرف كيف كيف محاصرة المقاومة وكيف تدمير الدولة بلبنان مؤسسات وغيرها هاي دي كلها كانت محاولات إلهاء لحتى تصر في النظر عن اللي عم يتحضر للبنان وللمنطقة كلها وإجا الربيع العربي وإجاة الحرب على سوريا ونحن من ضمن يعني نحن ولا مرة يعني حتى بأصحاب نظريات الحياد وغيرها نحن ولا مرة كنا على كوكب آخر نحن ضمن هاي دي المنطقة اللي اليوم بكتيق أنه من أول يوم طلع يتنطوط الرئيس وزراء العدو على الحدود اللبنانية وهو عم يتوعدنا ويتهددنا من أول يوم صارت الحرب وإجت حاملات الطائرات والسفن الحربية كانت العين على لبنان وكانت الوفود والرسل كانوا عم يجوا على لبنان لكي يهددون لبنان وبعدنا لحد مبارح اللي إجا في أوكشتاين على لبنان إنه شو بيحمل بطياته الكلام لا حدا بقى بدو يلاهينة عن القضية الأساس موضوع الغاز مثل بالحرب على غزة بتلاقي بيبي بالباكراوند الخلفية هي موضوع خط الغاز اللي بدو يكون الغاز الموجود بغزة مثل من سرق الغاز من لبنان ومستمرة التهديدات على لبنان وإذا لم يكن اليوم يعني اللي عم بيبي كتير بدون يجنبوا لبنان الحرب ما هو ولا مرة لبنان كان هو اللي عم يخوض الحرب نحنا كنا في منذ 82 نحنا في حالة دفاع عن النفس ودفاع عن ممكن أخذ تلفونك وحطه بمكان آمن فكان كل الوقت بحالة نحنا في حالة دفاع عن نفس منذ نهاية الحرب الأهلية أو ما اسموه نهاية الحرب الأهلية لأنه بقي لبنان منقسم وبقي التفتيت والتشرزم وتدمير الدولة وتدمير كل شيء بلبنان حتى وتحديداً بزروته حتى بعد التحرير يعني تحرير لبنان كان كلها الهاء لللبنانيين يعني أنا بوافق مية بالمية معيك على الموقف بأنه وقفوا تلهونة بينعيق هؤلاء اللي بيطلعوا على أشلاء ودماء الأطفال بغزة بينعقوا وبيقولوا لك إنه نحنا ما بدنا تدمير يعني عم تطلع الأصوات مش بس من العدو الإسرائيلي يعني خليها تكون واضحة للجميع إجت وزيرة الخارجية الفرنسية حكيت عن محو لبنان من بعد ما كان في حكي سابق للفرنسيين إذا لم تنصعوا يزول لبنان اليوم عم يحكوا بيمحو لبنان بطلت موضوع إزالي لأنه نحنا ساكتين عن محو غزة وعن محو شعب غزة وطلعت الأصوات من البيت الأبيض بتهديد الشعب اللبناني بيأكملوا إنه مش موضوع هن بيعرفوا إنه المقاومة مثل بغزة أنت مش عم تقدر مش عم يقدروا لمواجهة المقاومة وعم تطلع لهم المقاومة من تحت الأرض ومن وراهن ومن خلفهن مش عم يقدروا يطلعوا من الدباب آلات الموت لأنه هي اسمها الميركابة ترجمتها يمكن سفينة الموت أو دبابة المركبة الموت مش عم يقدروا يطلعوا من مراكب الموت اللي هن قاعدين فيها من خوفهم من مواجهة الأطفال فبيعرفوا إنه بلبنان ما رح يقدروا يقاتلوا حزب الله وهو الاعتراف اللي اعترفوا فيه بنهاية بوقف الأعمال العسكرية العدائية بالألفين وستة وطلعوا لو شمع العالم كله ما بيقدروا إلى هؤلاء فبالتالي من أول يوم نحنا مش عم نسمع لتهديد للشعب اللبناني وإزالة لبنان عن الخارطة وهو ما كان يحصل لأنه اليوم نحنا نحتفل بسنوية أنه الأصر البعبدة فارغ مبارح بيجي الموفد الأمريكي الإسرائيلي بيزور رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال لأنه مش حكومة شرعية وطبيعية أنه سلسنة تصريف الأعمال وأصر بعبدة فارغ ما في كلهم على حدة بيلتقي فيهم فبالتالي أنه يعني إنهاء لبنان ما نحنا صلنا أربع خمس سنين شايفين إلهاءنا بساعة ثورة وساعة كورونا تفجير وكورونا وتفجير كل المرافق الدولة وساعة دولار وتدميرها وتفجير سعر الدولار وكذا كله هيدا كان لإلهاءنا عن الهدف الرئيسي بهو إزالة لبنان عن الوجود فأنه حتى بعمليات التغيير الديموغرافي اللي عم يحصل لما بيطلع قرار من البرلمان الأوروبي بإبقاء اللبنانيين وكل الضغوطات اللي بتجي والتهديدات والوعيد اللي بيجي على إبقاء النازحين السوريين ومعهم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بالوقت اللي أنت هجرت نصف إذا مش كل شباب لبناني وكل الطاقات الموجودة في لبنان لأنه شوفي أنت فاتش قداش كنا نعد ما هي مشكلتنا بالأرقام حتى رح نغرق بهذا الموضوع بتعداد الأطفال الشهداء الشهداء بي بي غزة أنه تعداد كم طبيب هاجر كم أستاذ جامعي هاجر كم أستاذ مدرسي كم مدرسي أقفلت كم جامعة مدمرة كم مؤسسي أقفلت شو بعد فيه مين بعد فيه بالبلد غير نحن المتقاعدين يمكن باقيين الأهالي إذا بقيوا وكله تحولت بلادنا كلها لمقينة موجودين وهن حراس الدار نحن حراس الدار نحن نبقى حراس الدار بس حجرولنا وسرقولنا كل أولادنا وأنه أنت علمت أولادك وهلأ موجودين برا يعني أنه مين بعد فيه الشباب كله بعد ما اسموه بالثورة أنا من بداية الثورة كنت أقول أنا خيفاني على الخيبة اللي بدون يلاقوها كانوا شباب بطيروا العقل نزدوا مصدقين حالهم كانوا عم يسبونا أنه نحن ما قدرنا نعمل شيء نحن حطيناهم وخنقناهم بهذا النظام الطائفة نفجروا طاقتهم بأنه هن بدون يغيروا ولذلك سموهم تغيريين دغري ركبوا عليها ودمروها وهي فلوا فلوا الشباب ما بقى تقدر تعملي على مجازر عم بتشوف عم يشوفوها ما بقى تشوفيهم ولذلك بتلاقي المظاهرات بلندن وبباريز وبروما وكلها أولادنا أولاد سوريا والعراق ولبنان لأنه كل بلادنا عملوا فيها مثل ما هلأ عم يقوق على العلن عم يعملوا بغزة نعم أستاذي سوريا عملت مثل مقدمة فينا نقول لخصط المشهد العام نبقى نروح إلى التفاصيل عملية الإلهاء نروح إلى التفاصيل كونك ذكرت زيارة هوكشتاين إلى لبنان البعض اللي هي زيارة تطمين البعض زيارة شروط وتهديد والبعض الآخر زيارة محاولة يكون في عنا وسيط لبنان لموضوع الأسرة الفلسطينية شو المعطيات اللي بتملكية حول هايدي الزيارة وهمشي يعني إذا كانت فاشلة أو ناشحة كيف منقراها بالسياسة كون اليوم كمانا البعض عم يحكي إنه الإيراني وقتصعد بالأمس ويقول إنه لابد إنه نروح إلى المزيد من التصعيد ما زال هالقد فيه هجوم على غزة ما بينفع إلا الروحة إلى مزيد من التصعيد وتوسيع المعركة ونحن وين أنا ما عندي معطيات حول زيارته لأوكشتاين غير اللي عم يتردد بالإعلان وما بشوف فيها إلا أسئلة نحن منوجهها منسأل كيشفونا أولا كيف تستقبلوا وخاصة بعد الإعلان لأنه كذبوا علينا بموضوع التوتال وال إنه ما في كل مرة نفس نفس الفخ منوقع فخلينا نوقف عند موضوع إنه بيلهونا بيهدونا شوي وهكي فأنا ما بشوف زيارته بإطار بعض التصريحات اللي طلعت عن البيت الأبيض والتصريحات اللي عم تطلع عن بلينكن وغيره بغير مجال يعني أكيد ما رح صدق خبرية لأنه بالمرات السابقة اللي كان يجي طلع فيك غاز بكريش وما في شي بيقانا اللي عطانا إياها وتكرم علينا فيها واليوم يعني نحن بنعرف إنه هو وسيط أمريكاني عم يجي على لبنان ولكن هالمرة إجا موفد رئاسي ما هو أساسا شغلته موفد رئاسي يعني من الأساس موفد رئاسي بالوقت اللي أنت قبل بيومين طلع بتصريح يعني قبل أو لا قبل بأسبوع وقت الخطاب بايدن خطاب سماحت السيد الأمين العام بموضوع إنه لما توجه على أمريكا إنه نحن ما منخاف منك وتوجه بالكلام فعلا لأنه خلص بيعتبر إنه إسرائيل إن هزمت وبالتالي أنا هلأ اللي جاي عم يهددني ويمسكني هو الأمريكي واللي عم يدير العملية عمليا بالمدبحة والمجزرة الحاصلة في غزة هو الأمريكي الأمريكي ومعه البريطاني والفرنسي وكلهم شركاء في هذه العملية وبالتالي طلع التصريح من البيت الأبيض وهو الذي يمنع وقف إطلاق النار ويمنع الهدن الإنسانية وبيضحك علينا بأربع ساعات وبثلاث ساعات بس لحتى تتحقق موضوع الترانسفير اللي حاصل من الشمال إلى الجنوب وإزلال ونشوف أمام أعيننا التغريب الفلسطينية ورافض بأي شكل من الأشكال إدخال المساعدات أو وقف قصف المستشفيات وقف قصف المدارس الأونروا ومراكز الأونروا حيث تلجأ يلجأ الفلسطينيون وبيجي ونحن يعني تم الإعلان إن نحن دخلنا في الحرب في الثامن من أكتوبر وإجد إجا وزير الخارجية الفرنسي وإجوا كتير مرسلين لكي نكون على الحياد بعتقد أو ما نوسع بكار الحرب ما نروح إلى توسيع بكار الحرب اللي بيحدد اللي بيحدد أنا بتصور الميدان اللي بيحدد موضوع الحرب هو الغزة وصمود أهالي غزة والقيادة اليوم يبدو الكلمة الأولى بهذا الموضوع للقسام والمقاومين في غزة ولكن نحن شفنا أنه توسع بكار الحرب بقرار إسرائيلي أمريكي لأنه شفنا كيف اضطر لأنه لأنه أنت سكوت عن هذه المجازر الحاصلة سكوت عن قتل الأطفال به هالوحشية هايدي خلى الأطراف المناصرة لأنه كمان وهرولت كل الأطلسي والاتحاد الأوروبي وكل العالم والولايات المتحدة بيقدها وقديدها من الرئيس لأصغر زابط عندهم موجودين بإسرائيل أو راحوا على إسرائيل في قوى الحليف طلعت إن كان في لبنان أو في اليمن أو في العراق لنصرة أهالي غزة كما لعنده أي حد من الإنسان لأنه ما حدا عم يسمع بموضوع وقف قصف المستشفيات وقف قتل الأطفال واليوم استهداف مستشفى في لبنان واليوم وصلت على لبنان ومن يعتدي على يعني يبادر إلى إشعال وبدون إيانا نسكت كما سكت الجيش المصري حين قصف الجيش المصري على الحدود مع غزة بدون أن يتم الاعتداء على لبنان دون أن يبادر لبنان في الدفاع عن نفسه يعني لكل اللي عم يجوا المرسلين أنا هيدا اللي بشوفها بالرسائل أنه ممنوع مثل ما أطلقوا شعار غير موجود في كل القوانين الدولية للاحتلال بأن يحق للاحتلال أن يدافع عن نفسه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالمقابل هني عم يقولوا لغزة وللبنان وكما حاصل في سوريا التي كم غارة إسرائيلية على سوريا عادة عن الغارات الأمريكية اللي تعتبر أنها ترد على استهداف استهداف قواعدها يعني صرنا بمشهد ما بعرف كيف بيتفسر بالقانون الدولي أو القانون الإنساني أو بالمنظمات الدولية لازم يتفكر بتغييرها أو بإنشاء منظمات أخرى طالما هالقد عاجزة عن أن تحدد تحت أي سقف مسموح الحرب يعني أنت صرت عم تشوفي قوة محتلة عم بتقول أنه حق الدفاع عن النفس بقتل الأطفال بقتل النساء بقتل الأبرياء بقتل القطط اللي عم بيخرجوا من تحت الأنقاض الأطفال الفلسطينيين هني وحاملينا عم ترتجف ولكن بتحت مبرر الدفاع عن النفس فأنت اليوم عم تقولي لكل قوى المنطقة ممنوع الدفاع عن النفس ممنوع المقاومة لأنه بالدستير الدولية في حق الشعوب بتقرير مصيرة حق الشعوب بالمقاومة هذي كل اللي دارسينه والكل اللي منعرفه وبيكل الشرائع الدولية بيحقق في المقاومة لما بيكون في احتلال لازم يكون في مقاومة أنت عم تقر أنه في احتلال ولكن لا يحق للشعوب أن تقاوم أنت شايف وبتعرف أنه إسرائيل تتهددك وأنت ممنوع بتطلع لك أصوات من الخلف أو حتى المرسلين اللي بيجوا من الخارج أنه أنتوا ممنوع تقاوموا يعني يعني هيدا 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 الرسائل اللي عم نسمعها وهيدا اللي كنا عم نسمعه من 2005 لحد اليوم وقتا اللي بين حكى عن سلاح المقاومة وعن صواريخ المقاومة وكل وعن شرعية المقاومة وغير شرعيتها فيتفضلوا اليوم ويجاوبونا أنه هل يحق لنا المقاومة أنا لما عم بخجل قدام هيدا الطفل بغزة اللي عم يطلع رافع شارة الناصر وعم يقلك فضا فلسطين فضا الوطن عم برجع بشوفهم كلهم عم يرجع ويرددوا شعارات أنه ما بدون يسمعوا أي خطاب آخر أي كلام آخر غير الكلام الخطاب الشهير لتشيكيفارا بالأمم المتحدة الوطن أو الموت فهيدا هيدا اللي شايفين وناس لا بدها تعمل ترانسفير لا على النقب ولا على سينة ولا طمعان أنها تعمل دولة بديلة بالأردن وشايفين أنه هن متحملين كل هذه السنوات يعني 75 سنة من القهر والزل والغاء والإنهاء لهذا الشعب وها هو يقوم حقا يقوم استاذي السورية كنت عم تقولي كل الوفود اللي إجت عالبنان عم بتطالب بشو؟ عم تهدد عم تهدد لبنان إنه ممنوع تقاوم ممنوع ترد إسرائيل اللي بتجي بتضرب بدون إيانا يصير مع لبنان متل ما صاير مع سوريا بيجي بدرب المطار برجع برمم المطار برجع بدرب المطار برجع بخرجوا عن العمل وإخراج الدولة كلها عن العمل ووقت البد بروح بصول وبجول بالقصف وهي متل ما شفتي أنه قصفوا مدنيين قصفوا أطفال قتلوا أطفال لبنان استدراج للمعركة بس ما نحنا بالمعركة بس هني وقت اللي عم يتوجعوا بالعسكري لأنه هني ما بدون يقاتلوا هني يقتلون فقط لما عم يتوجعوا بالميدان العسكري بيروحوا بيلجأوا ليقتلوا متل ما كتير عبر عنا الزميل واقل الدحدوح حين قال لأنه عم ينتقموا فينا بولادنا وهيدا اللي حاصل لما بتهدي دي شعب بيأكملوا وقت اللي بعد عندك ثرثارين بلبنان بيرجعوا بيقولولك لو كنتوا أعلم لو كان أي علم ولو كنا أنا علم أنه ما صار والتهدي أنه لبنان ما بيتحمل أنه عساس بال2006 لبنان كان بيتحمل وأنه بالـ 1982 لبنان بيتحمل أنه في بلد بالعالم ممكن يتحمل هذا كم من الدمار وهالوحشية بالحروب أكيد لا فبالتالي كل هذا الكلام بأنه لبنان بيتحمل وإذا بيقدر وما بيقدر وشرعية وغير شرعية هو فقط لحتى يقلك أنه الإسرائيلي يستطيع أن يقوم بما يريد بده يرحل يعمل ترانسفير للفلسطينيين اللي عندك بده يدرب بيقصف مستشفيات نفس المشهدية وصلنا الدور بكل شي نحن وقاعدين فقط عم نقاوم عم نصد الضربات عنا ونصرة لأهالي غزة لأنه نحن بالنهاية بشر عم نشوف من أمريكا اللاتينية الرئيس الكولومبي الفينزويلة كوبا أنه عم بتتحرك مشاعرهم وعم تقطع العلاقات مع إسرائيل أنه شو اللي بيربطهم الموضوع مش ديني الموضوع له علاقة بإنسانيتنا نحن أنك تحديدا نحن نحن معنيين أكتر لأنه نحن نحن على الحدود نحن إسرائيل دائما تتهددنا بعدنا لحد مبارح يعني عم نلاقي خلايا إسرائيليين بلبنان وعملاء وكذا يعني الصراع مفتوح نحن معنيين بفلسطين وعم توصلنا أناشيدهم وخطاباتهم للجنود الإسرائيليين وللمسؤولين الإسرائيليين في أنه غزة ومن بعد لبنان يعني أنه ما عم بفهم أنا كيف أنه ليه عم يجو المرسلين إذا ما عندهم شيء يعني حتى أنه ليه بدنا نخدمهم عم يطمنوا علينا أستاذة عم يطمنوا على قاعة وكلاء لأنه نحن نعرف أنه اللي دمر كل شيء بلبنان هي وكلاء يعني بأيدي وكلاء يعني أنا كنت بتأمل أنه هالأطفال اللي كانوا مبارح على بأمام دار الإفتاء مثلا لمنع لتأجيل زيارة السفيرة الأمريكية أنه كانوا يروحوا هالأطفال نفسهم على الأقل لتسجيل موقف نحن يعني أولادنا مش مغيبين عن الصورة اللي عم نشهدها بفلسطين أو بجنوب لبنان أنه نحن لنا موقف من استقبال هذا الموفد الأمريكي الإسرائيلي يعني أنه نحن عم نطالب الدول المطبعة مع إسرائيل أن نتخذ قبل ساعات تعرفنا أنه جاي يعني تماما لأنه أنه أساسا لا يحترمون كل هذه وإلا ما كانت بتطلع هذه التصريحات نعم أستاذ سوريا حكيتي عن هوكشتاين بس ما جوبتيني عن التصريح الإيراني يلي عم بقول أنه لابد أنه نروح إلى محل مزيد من التصعيد وحرب نوسع الحرب أكتر ما دام بعده الضغط على غزة هل هو التهديد هل هو بالفعل اللي صار اللي صار من اليمن تجاه إيلات كمان بيترح أسئلة الدربات على القواعد الأمريكية مستمرة الأمريكان عم بقولوا أنه بدون يخذوا إجراءات جديدة لوين راحين راحين إلى خلص نحن ضمن ودخلنا في الحرب الشاملة أو بعد بدنا ننتظر المزيد من الحرب الشاملة أو توسيع بقوة نيران أكتر هل هي من اللحظة الأولى اللي حصلت رد الفعل على سبعة أكتوبر هي بإرسال حاملات الطائرات والغواصات النووية وكذا يعني الموضوع كان واضح أنه الهدف منه وهذا عبر عنه الرئيس الروسي ببداية الحرب أنه لمن تأخذون بس خبروا أنه بلن نحن الشعب ما منخاف أنه نحن ما منخاف وهذا رجع رددوا أمين عام حزب الله حين قال أنه نحن ما منخاف أنه أولادنا اللي ردوا أو نحن اللي ردينا لأنه جيلنا هو اللي رد نيوجيرسي وقت اللي أجد قبلة بالثمانينات أولادهم عايشين وأولاد أولادهم هلأ صار فيه أولاد أولادهم كمان فأنه عندك ثلاث أجيال بعد حاضرة وموجودة وبتعرف شو ممكن شو يعني الحرب يعني نحن بعد ومستمر هذا الاحتلال صار له من 82 لحد اليوم رغم كل محاولة وكل التحرير اللي عملنا فيه بس أنه بقي بقي هيدا ثمن أنك تترك العملاء موجودين وهن بدون يرجعوا يحكموا يترشحوا لرئاس الجمهورية كمان فال أنه تصريح الإيرانية منذ اللحظة الأولى لهذه الحرب شفنا حركة أنه مكوكية كانت لوزير الخارجية الإيراني والاتصالات اللي كان عم يدلي بيها الرئيس الإيراني ومع الدول الكبرى مثل فرنسا وغيرها وهيك وكانوا عم بيحطوا العالم أمام إنسانيته أنه بيتوقعوا من خلال الحوار أو المبادرات اللي عم يقوموا فيها أنه برك العالم بيصحى أمام ولكن هني عارفين أنه أكيد يعني إسرائيل دولة نووية فأنت مش محتاجة جبيلة غواصات نووية بتصور يعني كان عمين حكى أنه فيها أكتر من ميتان رأس نووي فأنه أنه لاش بدنا نجيب بس كمان ما كان معلوم ومحسوم قصة النووي لحين تصريح وزير التراث والثقافي عند العدو من البداية من البداية الحرب طلعت أصوات بالكنيسة الإسرائيلية لنواب بالكنيسة عم يحكوا عن أنه استخدام النوو وتصفية والقضاء عليهم بما أنه مصر مش قابلة تاخدون ولا الأردن وأساسا تصريحاته لنتنياهو واللي استعمل من قنابل واللي أتت لعطتهم إياها الولايات المتحدة ورجعت بعدين ضربتهم على أيدهم أنه لا مأني لكن تستعملون على الولاد هولي للأنفاق لما استعملوا بجباليا وانحكى أنه مع القضائف التي ما بعرف منسميها قضائف بس هي صواليخ أو ما بعرف شو اسمها اللي نزلت على جباليا كانت تعادل ثلاث مرات القنابل النووية التي استخدمت في نكازاكي فالحرب أنه الانفجار ما نحنا سمعنا يعني من كوريا الشمالية كان في موقف لأنه بلا ما نقول تعاطف أو تنديد لا في موقف وفي حكي عن تدخل لمساعدة الغزة الانفجاري أو الروسي يعني يعني من من 2005 نحنا بلبنان الهدف إسقاط المقاومة بالعراق إذا بتتذكري وقت اللي أنهو موضوع داعش ومش داعش وثبتوا اتفائيات بموضوع القواعد الأمريكية وهكي صار الكلام عن الحجر الشعبي وإلى درجة أنه باستهداف قاسم سليماني الشهيد قاسم سليماني والمهندس يعني لا حتى تلغي بهذا الشيء وبتشوف أنه هذا الربيع العربي باستهدافه لهذه الدول اليمن عصفة الحزم أنه بعيدة عن اللي حاصل بغزة ثم كان فيه صمت دولي فأنه أكيد بس هي اليمن بالعرض العسكري اللي عم نشوفه بفرجونا عليه بالصواريخ اللي بعيدة المدى اللي عم توصل على إيلات وبالطائرات المسيرة وكلها هاي دي بتعرفة أنه أولاً غزة ليست وحدة وأنه صار وقت من بعض اللي حصل فيه سوريا وبالحرب على سوريا صار وقت اصطدام هذه القوة يعني أو العين أو الحرب على غزة والعين على إيران وليس لبنان هاي دي بس عشان تطمين اللبنانية شوي لأنه دغري صارت السفن الحربية وهي والحشودات مقابل إيران وبالقواعد الموجودة بالعراق وبالسعودية وبغيرها فأنا بالعسكر مش خبيرة عسكرية بس عم نسمع بهيداً التحضيرات اللي حاصلة مثل بالكلام اللي صدر عندي كوني بالبرنامج من العميد مونيرش حادي وجه له تحية حاول نوجه له تحية أكيد لأن أنا كتير يعني يعني نقدر اللي عم يبحن فيه من خلال خبرته وتجربته ومعلوماته يعني وقتاً اللي بيحكيك عن ما كان يحضر بالألفين وثمانه ما بعد الحرب الألفين وستة لما حصل في سوريا من الحرب على سوريا من مخيمات وعملية استيعابهم وتوطينهم بأي مناطق في لبنان فتعرف أنه حتى الذي حصل على غزة وهيدا أساساً نحنا يعني خبرناه بالسابق أنه إسرائيل تتدرع والولايات المتحدة الأمريكية تتدرع وبالنهاية منشوفها أنه بكل الحرب على سوريا دمرت كل سوريا ووين قعدت وكيف عم تسرق النفط السوري والثروات السورية وكيف عم تحرق المزروعات المناطق الزراعية بأكملها في سوريا بتصير بتفهم اللي حاصل أنه مش موضوع أنه الانفجار الكبير وهي حرب حرب الجبابرة بس مسائبة على منطقتنا يعني نحنا عملنا خداء باللحظة الأولى أنه الموضوع المجزرة والإبادة لا هي الانتصار الكبير اللي حصل أنك ترجعت عيدة فلسطين للعنوان الرئيسي حتى لو كنا عم بيقزونا بمشهد المجازر الحاصلة عم بيجرحونا بمشهد التغريب بطريقة كيف عم بيخلوا الناس تنتقل من الشمال إلى الجنوب في غزة بس هني قصدين هيك يزلوك من جوا يهزموك عم نحكي عن المواطنين العرب ولكن لا أنا بالمقابل بشوف أنه من بعد ما دمروا كل البلاد ونفذوا مخططاتهم بتدمير الدولة العربية لحتى يكملوا على تصفية القضية الفلسطينية بهذا الوقاحة يعني ما أعرف إذا ما سنسميها وقاحة بس في وقاحة بمكان ما لأنه مش شايفين حدا قدامهم وقرروا يعملوا هذه التصفي له القضية وبكل علانية بيطلعوا بيهددوا لبنان وبهددوا من بعد ما حولوا كل دولنا لغزة يعني لم تستمر عاصفة الحزم بإن تعمل من اليمن سبع سنين من الحصار والقتل والتدمير والتآمر وأنه عشان باب المندب والحديدة وأنه ما كلنا وجوعوا الناس وجوعوا الأطفال ونبشوا المقابر وقصفوا الأعراس وكل شي نعمل باليمن يعني هيدا المشهد اللي عم نشوفه بس على مساحة أصغر بس يمكن هيدا اللي حطت الموضوع رجعته على أنه بمظاهرات ما كنا نشوف مظاهرات وقت اليمن وقت أطفال اليمن وقت تجويع الأطفال باليمن وقت اللي بيقتل مليون مليون طفل بالعراق وبيقولولها بيسألوا مادلين أولبرايت بتقولون إنها الحرب وثمن الديمقراطية غالي فاليوم شو بدون يقولون عن ثمن ديمقراطية ولا ثمن ثمن شو ثمن أدرار جانبية ثمن خزي بقلولك أدرار جانبية أدرار جانبية وقلوها قالوها إنها أدرار جانبية قالوها بستنتج منك أستاذي سوريا إنه نحن هلأ ضمن الحرب الشاملة ضمن الحرب ما صرت عم تسمعي بالتصدي للصواريخ اليمنية يعني اليمنيين أعلنوا إنخراطهم في هذه الحرب وأنه لن لن يسمطوا وعم تسمعي حتى البنتاجون عم يعد صارت ضربات على على القواعد على القواعد الأمريكية عم تسمعي البيانات اللي عم تطلع إن كان بلبنان وإلا بكل العالم عن تحذير الأمريكيين من السفر إلى إلى بلداننا ولأ وحتى عن أنه إجلاء وقالوا أنه هن بس رح يجلوا موظفين وإنتوا ممنوع لأنه أساساً كانوا مينعين السفر للأمريكان على لبنان بس بس عارفة في لبنان في كتير مزوجي الجنسية عم تقول لهم السفر أنه أنا مرح سفركم فنقلعوا وطلعوا من البلد على نفقتكم معناتها الحرب دائرة أستاذي سوريا عاصي بكرة في قمة طارقة بالرياض وهلا نقرأ قبل شوي أنه حتى الرئيس بشار الأسد توجه إلى هذه القمة العربية كيف نقرأ هذه القمة العربية وشو بتفرق عن القمم السابقة اللي صارت بمصر أو قمم على قمم على قمم مثل سقط القناع وعن القناع عن القناع هايدي قمم كانت أصيدة مهمة كتير لمزفر النواب بيوصد فيها قمم العربية يعني أنه اللي مش سامع فيها يطلع قمم 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 معزا على غنم بألون فأنه بعد كم يوم بصيروا 35 يوم يوم 35 بكرة 36 يوم بكرة بدهم يشتموا العرب وبدهم يرجعوا يطرحوا المبادرة العربية أكيد لأنه رفضهم لأنه ما بدهم تنهز معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل فبالتالي شوفوا وان بك كنت أخدوهم تأخدوهم على أرلندا بركي بس أنه مش على مصر بس هو قال لهم كدوهم على النقب بس ما هني النقب يأخدين الإسرائيليين هلا لأنهم نقيهم بالنقب فما فيهم يأخدو الفلسطينيين أو بدهم يرفضوا موضوع الترانسفير بس ما بعتقد يعني هني بقدرة عندهم هالقدرة لحتى يرفضوا هني بفضلوا أنه قتلون حيثهم لما أنت هولي القمة كل هذه الأيام 35 يوم مش عم توصل كبايت ومي عم نسمع نحن من الممرضة الأمريكية اللي نجحت تطلع قالت أنه عم يصوموا لحتى الأسير الولد الإسرائيلي اللي طلع اللي طلعوا له فيديو قال أنه هني مش عم يأكلوا بس عم يطعمونا لألنا عم يأمنونا الأكل والشرب فأنه انتوا بهذا الحصار كمان عم بتأزل الأسراء بس أقول أنه أخر هم ونصار قدام ميت من الأسراء أكتر من خمسين بتصور ولا يعني ما هني عندهم بعقيدتهم شي هني بعل على يعني عندهم بعقيدتهم فيك تضحي بالأسراء لإنقاذ المشروع الأكبر المشروع الأكبر طبعا أو أنه مش هني كمان لأصحاب القرار في هذه الحرب يعني وهون هون اللي بتسمعي من هو صحاب القرار بهذا اللي بتسمعي كل مرة أنا بآخر الليل بسمع بالبيت الأبيض التصريح اللي أنه هني ضد وقف إطلاق النار مش هك؟ مش عم تطلع نشوف نحنا بالكونجرس الأمريكي الناس عم تطلع حتى إيديا دم وشفنا الحملة اللي صارت على وكيف انقسام اللي صار بالكونجرس الأمريكي إلى درجة أنه اضطروا يطلعوا يتظاهروا بره مية من نواب الكونجرس خارج الكونجرس لأنه قمعوهن ممنوعة تصوتوا مع فلسطين وين وقف إطلاق النار في هالحالي لما بتشوف أنت وزير دفاع وزير حرب العدو ووزير تاني أو رئيس الأركان أو حدا أنه بيطلعوا بيقولولك أنه ثمن غالي وأنه عم يددا ولما بيطلع خبر أنه على موقع وزارة الحرب بيطلع خبر على وقف إطلاق النار رجع قالوا أنه خطأ مطبعي بالتالي أنه القرار مش عندهم بعدم بوقف إطلاق النار أستاذي السورية بهايذ وقت أهم يعني شوف في الشارع الأمريكان عم بيحمل الإسرائيل المسؤولية نتنياهو هيتوا وعد الأمريكان بالشي ليس أنفس الوعاد هم يعاتبوا أنه ما أنهى العملية مش أنه وقف إطلاق النار ما أنهى العملية الأمريكي كل مرة عم يق bust أنه ما فيني أعمل وقف إطلاق النار لأنه إذا صار في وقف اطلاق النار معناته انتصرت حماس لأنه هو عم يقنعنا قتل الأطفال هو بيكون انتصار هزيمي لحماس بالتالي أنه مين اللي مش عم يعمل وقف اطلاق النار أنه فرنسا ما فيها تضغط بهذا الموضوع ما شفتناه هون أجوا كلهم ووافقوا على هذه المدبحة ووافقوا على قطع الكهرباء والماء وكل شيء كل ما يتعلق بالحياة يعني لدرجة صار تطلق النار إسرائيل على الشمس لأنه لما بتضرب على الطاقة الشمسية منبطل منشوف حبيبنا هيدا الطفل اللي عم بيروح أنه كل بده يقطع أربعة كيلو متر لحتى يشحن تليفونه لأنه عم يدربوا لهم عم يدربوا المستشفيات لما قامت لإيامة وقت المشفى المعمدان كيف لففوها وصمت العالم كله هذا العالم المجرم صمتوا كلهم من مرجعيات دينية لغير دينية حين تقصف الكنائس حين يسحل الرهبان في بيت لحم بالطرقات شفناهن نحن بالفيديوهات اللي توزعت وبيطلع البابا باله بمواضيع تاني اليوم أنه ما شفنا هيدا المشاهد كانت كم يوم حكي في دعا إلى السلام دعا إلى السلام لأنه هي في حرب بس ما هو ما في حرب المشكلة أنه الحرب هو في مقاومة وفي آلة قتل آلة مجزرة ما في حرب ما يحصل في غزة هو مجزرة ما في حرب الحرب يمكن نشوف في قتال مقابل مقاتل بجنوب لبنان بس بمجزرة ما يحصل هو مجزرة تطهير عرقي هو قتل قتل فقط للنساء والأطفال وفي بالمقابل عم نشوف بطولات ملاحم بطولية يعني بالعسكري ما بعرف بدون يصيروا يدرسوها لأجيال وأجيال أنه مش حاصلة لا بفيتنام ولا بأي مكان ما يحصل من أعمال بطولية ملاحم بطولية يقوم فيها القصام وسرايا القدس وكل الفصائل المقاومة لفلسطينيين لأنه الكلن بنفس الخندق عم بيقاتلوا بنفس القوة والثبات والإيمان لأنه نحن بغزة تحديدا ما عم نشوف حدا عم يطلع يقلنا فدى فدى حماس مثلا أو فدى الجهاد فدى فلسطين هاي دي الكلمة الوحيدة لأنه هن كلهم لاجئين من فلسطين إلى غزة لأنه حتى مش فدى غزة فدى فلسطين وهذا السمن اللي هن يدفعوه من أجيال وأجيال يعني من 75 سنة لحد اليوم يعني حتى وقت اللي صرنا بدنا نعد بدنا نقول 35 يوم و75 سنة أو 75 سنة و35 يوم الحرب ممتدة والنكبة ممتدة والتهجير والقهر والجريمة المفتوحة من العالم أجمع من الأمم المتحدة للولايات المتحدة لكل هذي البلدان اللي شفناهم شفناهم يعني بعيننا وهن جاهروا فيها أنه كلهم موجودين ولذلك نحن عم نشوف فيه انفصام بين الحكومات اللي هي محتلة من قبل إسرائيل العادة عن الكلام عن ارتباط العضوة بين إسرائيل وهؤلاء الحكومات إن كان الفرنسية ولا الألمانية ولا البريطانية ولا غيرها والشعوب أنه الشعوب عم بتعبر عن موقف أو عن رأي بهذه المظاهرات والتي لن تؤثر يمكن على قرار الحكومات لأن القرار التخيذ في الخلاصة لجديد في القمة العربية حول دراسة الوضع يعني نرجع منقول قمة الزل والعار ما بعرف شو رايحين يعملوا ما بعرف شو بدون يناقشوا ما بعرف أنا يعني بنتظر بكرة فيه كلمة للسيد يمكن طبعا السيد نصر الله بكرة يحكي أهم من كل القمام العربية أنه قمة أساسا يعني ما شفناهن وين بدأت تكون بالرياض طبعا قمة أجت من بعد ما خلصوا من موسم الرياض أو بعدوا موسم الرياض شغال بعدوا بفتكة يمكن رايحين يشاركوا بموسم الرياض الرؤساء العرب لأنه ما بيصير ما يكونوا عم يرقصوا على أشلاء أطفال غزة وعلى يرقصوا هني وملطخين عوجوهن بدماء الأطفال في غزة ما بعرف شو القرار لأنه لحد اليوم ما في حدا فيهن خجل على دمه وخزق أو هدد لأنه طلعت الأصوات والرياضي في وزير سعودي طلع حكا عن أنه لا شو ضحك غشي بالضحك وقت اللي قالوله إذا ممكن تستخدموا سلاح النفط قطع النفط عن أوروبا أو فقام فرد بتضحك أنه شو ترمي الغزة ما أصخر أنه مش ممكن يتوصل لهذا المحل بالقرارات هني ما قطعوا العلاقات يعني حتى بسحب السفراء إسرائيل احتجت على المظاهرات اللي سمحولها تطلع ببلدانهم فقاموا سحبوا وسفراءهم بس أنه ننتظر شي من القمة العربية قمة العربية حدا يعني في إعلامية بلبنان عملت إحصائية للمجازر بغتان مجازر بلبنان مجازر الإسرائيلية في لبنان من السبعينات لحد اليوم مكمش درم هني قوم على المجازر إسرائيل من حول لقانا وما بينهما وأبعد منهم بس حدا إذا بيقدر يعمل مقررات القمم العربية أو شو عملت القمم العربية غير بيتفرقة بين الشعوب العربية بين بنتان العربية وغير بتتخذ قرار بيطرد هذه الدولة أو تجميد هذه الدولة وبيضموا دول يعني ليش مثلا لغيوا القم العربية الأفريقية لأنه خجلانين بيعرفوا الأفريقى ونقفهم أشرف يعني يجيهم هيدا الجنوب أفريقيا يعلمون شو يعني هني بيتبرو بزيدة ليون استهد سوريا ليش أجلوها ليش أجلوها بيشو كانوا موعدين لحتى حددونا الموعد بـ 1111 إنه عجبون الرقم حلو حبوشي 1111 في شي طلع من فلسطين من غزة عم يحكوا إنه شوفوا 1111 بعد الحديث هلأ لغز أو شي هيك بس هني إنه ليش قرروا في حدا بيعمل القمة طارقة بعد 36 يوم ليه ما شبعوا دم إنه ما بيقدروا هني يطلعوا بالصوت القمة بالأساس ما رح توقف الدم يعني ليش عطبانين ليش عاملوا ليش عاملوا قمة ما فهمنا الرئيس السوري ما سمعنا ما سمعنا لاح صوته ولا ولا شو موقفه ورغم كل ضربات على سوريا شو رايح يعمل بالقمة العربية يعني ما بعرف ما بعرف إنه الموقف الجزائري طب أعلنته الموقف التونسي كمان أعلنوا موقفهم بس هولي بعاد وعم يقولوا وعم يطالبوا إنه ليبي حكى إنه كل ميليشياتهم وكل شو اسمهم مستعدين روحوا يقاتلوا بغزة بس فتحولهم الحدود طب دول اللي على الحدود طب أي إسرائيل لغيت الحكومة وصارت عاملة حكومة مصغرة بتجتمع أنتوا ليه ما عملتوا حكومة الحرب ليه ما عملتوا دول الطوق اجتمعتوا نحنا ما عم نشوفهم إلا وقت اللي بيجي بلينكن بيجمعهم بيقبلوا يروحوا على شي على عمان شي بالقاهرة بس أنه هن لحالهم يتنادوا قاعدين ومبردين وفي مواسم عم تطلع كل واحد عنده همه كل واحد عنده أزماته الداخلية كل واحد عنده مشاكله الأزمات الداخلية طبع هو كان عنده إياها كمان نفس الشي مش عم دافع مش عم دافع بس يعني بس هن السبب في هذه الأزمات الداخلية يعني أنا بفهم الشعب أنه مهزوم ميت وفقط بس بده عم تشوف الشعوب من قسمة فيه شعوب متضامنة على الآخر بذات الدولة وجزء من الشعوب التانية بذات الدولة عم بتروح إلى اعتبار أنه الحياة الطبيعية ومستمرة وهيدا النقد فيه حملات عم بتصير مبرها على القاهرة تحتفل يعني كمان غزة وباد يعني فيه كتير منها مش بس أنه السعودية عم تحتفل ولاش بالبناء ما فيه سهرات وما فيه وينما كان يعني الحياة عم تكفي طبيعي اي 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 مكفي طبيعي وبيوقفوا دي تصمت ماكسيموم إذا خجلوا على أنفسهم هولي نحنا منعتبرهم أنه هولي ميتين مش موجودين مجردين ساقطين من من قاموص الإنسانية مش موجودين يعني حتى وقت اللي بيقلولك أنه لأ كم لحياتك ونحن نحب الحياة نحن نحب الحياة إذا ما سطعنا إليها سبيلة بس نحن تعودنا نسكت يعني بعدنا كنا قبل قبل ما نفوت على الحلقة كنا عم نحكي عن الترانسفير اللي حصل في في كارباخ في كارباخ طيب أنه مش صار فيه صمت حول هيدا الموضوع كان نموذج صغير مثال صغير أنه منبلش بمية وعشرة مية وعشرين ألف من منعملها صمت صمت يعني أنا ما سمعت حدا بلبنان إلا 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 إنه كيف بتصمته عن هايك شي نحن عنا نواب أرمن عنا حتى وزراء أرمن لأنه في جالي أرمنية كبيرة بلبنان فبالتالي أرمن لبنانية أقل شي تطلع أرمن لبنانية فأقل شي تطلع وتحط موقف معهن أو بالإعلام أو بالسياسة أو غيرها صار في صمت حول هيدا الموضوع وبالتالي اللي عم يصير بغزة كمان بيصير في صمت اللي صار بجنوب لبنان ما تعطلت المدارس وزير التربية غاب عن السمع ما عطل المدارس حدادا على ثلاث أطفال اللي اللي كانوا رايحين على المدرسة وقتلتهم إسرائيل فأنه الشعوب مقسومة لا شعوب تبلدت شعوب ما أساسا بتقولي أنت طيب أنه لبنان كل شي عملوا فيه سرقولهم مصرياتهم فجروا المدينة بتفجير المرفة خدروكم خدرونا خدرونا ما بعرف إذا مخدرين لا أنه فيه سقوط أخلاقي يعني عم نقول نحن عطل الحياة بس ما هي ما فيه حياة بلبنان هل هو فيه معامل بلبنان خيفين تتعطل هل فيه مصانع بلبنان فيه معامل كهرباء مثلا أنه ما بيصير نوقف الشغل فيها ما فيه شي ما فيه شي إلا حولوا بلادنا لإحتفالات بهالطريقة هايدي البشعة والسخيفة عم تبدو الطفان يعم ببلادنا ما بعرف أي نوع من الطفان الطفان الناس تطلع مثل ما شفناهم وقت يعني لا بدوا يطلعوا الربيع العربي ثورات للانقلاب يعني على حكامهم على خيانة خيانة ما يحصل الصمت الصمت عما يجري في غزة هو خيانة خيانة لفلسطين خيانة لإنسانيتنا ما بقى بدنا نحكي هنلا بالدين لأنهن لا بيعرفوا لا دين ولا 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 أي شي بس هو خيانة للإنسان وبالتالي أنا الخائن كيف هديك تعملي أنت وياه هديك تنقلب عليه تسور العالم يعني كيف لكم ما عم بفهم أنا هدي الشعوب أنه لا بس الشغلوا عليها الشغلوا عليها كل هيدا الاستعمار الشغل عليها بتسطيحها بتسخيفها بس عم يصير في عم يصير في بموضوع المقاطرة عم يأسروا إن شاء الله ما تكون مسألة إلهاء لبعض الوقت مثل ما حكيوا الأمر كان أنه هلأ ده فترة معين بيقاطعوا العرب وبعدين بيرجعوا لأنه عارفينهم أنه ما بيأسروا بس نحن عم نشوف أنه من البداية أنا بتصور أنه لا في غضب غضب عم يطلعوا عم شوف في عزلة لإسرائيل عالميا أنت أنت عدد دول عزلة بس عزلة بمقابل انحياز لدول العظمة ودول القرار بس أنا عم بحكي عن الشعوب نعم الشعوب في عزلة يعني حتى باللي عم تشوفي هني مسيطرين على إعلام ومحتلين لحكومات وكل هذي الأمور بس بالشارع عم تشوفي لا يعني أكبر مظاهرات عم تطلع بالغرب يعني بلندن وبغيرة تحت عنوان فلسطين بالولايات المتحدة إن كان بنيويورك ولا بواشنطن عم تطلع تحت عنوان فلسطين فري فري بالساين كل العالم عم يسرخ اليوم فري فري بالساين وأنه وأكتر أكتر غنية هلأ صارت مسموعة وهي هي فري فري بالساين تسقط تسقط الصهيونية يعني إنه هيدا صرت عم تسمعي بره حتى لو كان بأصوات قليلة عم يسمحوا لا تمرق على الإعلام عم يقلب الإعلام وعم عم ترجع تصوب البوصل بعملية الصراع اللي ضيعوا اللي حاولوا تصفية القضية نهائيا يعني ما تنسي أنت قبل كم أسبوع من من سبعة أكتوبر كان الحكي عن تصفية القضية نهائيا وأنه هلأ بدوا يصير فيه صلح مع إسرائيل وإنتي أساسا هي مثل ما حاصل يعني عمليا كيف التعامل مع لبنان وسوريا وهكي أنه هولي مش موجودين أساسا يعني لا بدون ويمكن يتركوهن هكي عشان الطيران الإسرائيلي يضل يتقرب ويطلع فوق يضل عنده شغل يعني يضل عنده شغل فإنه ما هي هلأ 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 بيعز دبح الإنسان الفلسطيني لأنه مثل غزة عم يصير بفوق 250 شهيد بالضف الغري ما حدا عم يحكي عن الضف مش غريب وما حدا عم يحكي تملق خبر هيك مرور الكرام وما حدا عم يحكي عن 48 هي عم يعتقلوا النواب بالكنيسة وعم يعتقلوا الناس عم يعيدوا اعتقال الناس من أول يوم يعني شفتنا الفنان وغير الفنان عم يعتقلوا صاروا عم يعتقلوا الناس على بوست بال بال على السوشيال ميديا عهد تميمة عهد تميمة وفي امرأة اجوا ليها وهي يمكن على الواتس اوب حاكي يمكن حاط بوست على انه فيك تبكي عم يمنعوا الناس تبكي على اللي حاصل في غزة وبالتالي انه لا يعني ما بتصور رح تنتهي هون ووقف اطلاق النار اذا بده يحصل بده يحصل نتيجة الهزيمة المجلجلة لل عدو الاسرائيلي والامريكان يعني بلش الامريكي عم يحكي عن هدنة انسانية من بعد شو من بعد ما سقططلوا الطيارة اسقطوا ليمنيين طيارة وبلش عم يتوجع بتصور بالقواعد العسكرية ويعني منتأمل يعني من محور المقاومة يقدر يعمل شي بهذا وقال ما حدا بده الحرب بس واضح انه اسرائيل بده الحرب ولاية المتحدة بده الحرب بس كمان البعض عم يحكي انه اذا ما حسمت لغالب ولا مغلوب والانتصار كان ما في لغالب ولا مغلوب لانه انتصرت باللحظة الاولى المقاومة الفلسطينية دي وعلنت انتصارها من من 7 اكتوبر واليوم بالملاحم اللي عم بتحققها يعني بس العدو عم بيقلك انه هم حاصر مشفى شفى دخل تواغل الى غزة بيعتبر انه حقق نقاط ميدانية انا ما بفهم كتير بالموضوع العسكري والميدانة ولكن من اللحظة الاولى نحنا سمعنا من المقاومة كانت عم تقوله انتعوه ادخلوا المقاومة ما كانت عم تقوله ان يدخلوا على ارض فاضية ولا انه يعملوا هالمجازر باللبنانية ولكن ولكن هني اعدوا العدو لاسرائيل انه ما قلتلك لحد اليوم صحيح متحاصر مستشفى الشفى بس نحنا اللي عم نسمعه في قتال بين المقاومين والآليات الاسرائيلية يعني طلع ابو عبيدة خبرنا عن تدمير 136 و36 آلية بين دبابة ونمر وجرافة وما بعرف شو فآليات هي اللي اللي عم تدخل سقق طولهم اليكوبترز بعدو لحديث هلأ ما عندو الجرأة الاسرائيلي يقلك عن عن عدد القتلى لقلو ان كان بجنوب بشمال فلسطين المحتلة او على بغزة يعني يعطي ارقام بس هو خجولة بس هيدا هيدا السياسة يعني كنا كانت موجودة بال2006 يعني لبعض مننا لما اصر حوادس السار حوادس السار لحتى اعترفوا كان يقولوا حوادس السار كان يقولوا حوادس السار انتحار وانتحار وهلع وهكي لا اليوم عم يقتلوا يعني الارقام عم بتزيد عم توصل الصواريخ على ايلات وين بعد بكون تروحوا فيهم لانو ياخدينهم من شمال فلسطيني ممكن على ايلات المستوطنين انو ما في ولا صورة عم تجينا من ممنوع في حذر في حذر في عسكر بالاعلام عندهم عسكر انو هن الرقيب هو الجندي هو الجندي هو عسكر وليش وليش هالقتل يعني هالقتل صار فيه مجزرة بيحق الصحفيين بيغزة طبعا ليه هالقتل هيدا لحتى تمنعي السورة لحتى تمنعي هالقد يعني اخر ولذلك انا حكيت عن عزلة لانو مين بالعالم ما شاف اشلاء الاطفال الفلسطينيين او ما يعانون منهم لانو صار كل ولد صار صحفي ب مراسل عبود عبود وغير عبود وفيها انا اللي بيروح كل يوم بيشحن تليفون وحتى بس يقلنا اوقفوا الحرب بيطلعوا وخطاباتهم ابلغ من اكبر سياسة عربي او اجنبي يعني بيطلع الولد من فلسطين بيحكي لك الولد الطفل لانو عمره ست سبع سنين ثماني سنين يمكن بيطلع بيقلك اوقفوا آلة القتل اوقفوا وقف اطلاق النار بيطلع لك الرئيس الامريكي بيقلك هدنة انسانية لأربع ساعات خلال تلتين مشيت الهدنة الانسانية ما يقيل انو سقطت ما مشيت الهدنة بتمشي على الهبل على اللي بدون يروحوا ما قالوا هي كدول للقمة للقمة العربية انو عايب ما فينا ما نحقق لهم شي في حدا بالدنيا بيسمع بهدنة اربع ساعات بتلتين كل يوم بس اربع ساعات لحتي تعمل ترانسفير من الشمال للجنوب لحتي يفرجونا ويزلونا بمشهد التغريب الفلسطيني مجددا بهدى المشهد اللي كيف الناس خمسة عشر كيلومتر عم تقطع من الشمال لجنوب مشيا على الاقدام ان كان كبير عجوز ولا طفل ولا ولا او على الحمير عم اسمحولن يمرقوا وبنفس الوقت عم يخبروا اللي عم يوصلوا لتحت والصقافيين عم يخبروا انو سرقولن ذهبن وسرقولن تيابن عم يوصلوا بلا تياب وبلا بلا اغراضن على الجنوب نعم لما بتقصف تسعة وتسعين بيستشهد تسعة وتسعين من منظمة الانروا ليه ما صار في ضج عالمي حول الموضوع اونروا اليو استشهد زميل اللي قالنا بوكالة الانباء رويترز رويترز قالوا في حادث حادث على الحدود فجر المستشفى المعمداني قال انفجار انفجار مثل مثل ازالك بنرجع مثلا على لبنان انو انفجار مرفق لبنان مش هيك شو بتقول مش قصف اسرائيلي نحنا نحنا كنا عايشين وسمعنا الطيران طبعا انا اكيد ما بقول انفجار وما بقول موضوع اهمال فقط لا مش اهمال محاسبة مهملين وهكي لا هولي الاهمال الوظيفة خيانة كمان فيك تحاسبي وتحاكمي وهكي بس اللي حصل هو تفجير المرفق تفجير وليس انفجار تفجير اكيد تفجير وقصف اسرائيلي لانو اسمعنا الطيران مثل الوقت اللي قتل الحريري كمان اسمعنا نفس الطيران وشفتنا الخطوط الطائرات الاسرائيلية ف يعني ما بقى فيهم يخبوا هلأ اني على كل حال وقاحتهم وصلت انو ما فارق معهم شي بدون يقتلوا قتلوا قصفوا المشفى وطلعوا هني يقولوا بس من الامهات شوفوا هالإجرام وبيرجعوا بيقولوا انو خطاب الكراهية هني مش خطاب الكراهية خطاب الإجرام اللي عندهم تطلع ام صهيونية بتقول بدنا ناخد الأسرة وبعدين بدنا نقصف المشفى المعمداني وكل المشافى الموجودة بغزة بدنا نبيدة لغزة يعني هيدا هيدا ما كان تصريح مثل تصريح هيدا الوزير التراث اللي عندهم فبالتالي انو لا هي تصفية القضية تصفية الشعب عدم اعتراف بمقاومة هذا الشعب إذا بديك ترجع إلى سؤال الإيراني ليش تدخل بس هي لأنه هني من الأساس ما بدون يعترفوا أنه في صراع عربي فلسطيني في احتلال لأرض فلسطين في اقتلاع لشعب فلسطين وأنه أطماعهم بلبنان هيدا اللي بيسألوا عن لبنان أنه هني دايما وقالوها قالوها هني اللي قالوا بدون يدربوا جونيا وطبي وكذا وبدون وعجلتون وأنطلياس ووكشتاين أول مرة إجا صور أنه صباح الخير يا بيروت كتير سعيد ببيروت وبيروح على الروشة وبيتروأ وبيتلع بعلبك هني بحبوا بعد عندي كم دقيقة استاذي سوريا عاصي إذا بتسمحي بالدقائق المتبقية إلى أين هذا المشهد غزة ضمار حرب ما في أفق سياسية ديبلوماسية إلى أين لكن بكل حرب بدو يصير في أفق سياسي بس تعودنا يعني يبدو هني من البداية أساسا ما هدو لو قالوا أنه حرب أيامة طويلة وخاصة أنه هني ضامنين خنوع أنظم العربية اللي مننا أزاحوها من الدرب بكرسحتها والباقيين يعني موقفهم صار واضح وعلني وبكرة بيخبرونا بيقولونا مبادرة السلام العربية واللي بيرجع بدون يرموها بزبال الإسرائيليين يبدو حرب طويلة مثل حرب الأوكرانية العمليات العسكرية بأوكرانيا مش كانت على أساس إلى وقت محدد وهي همدت هالأد أنت طالما الأمريكي عم يقاتل بغير جنودك بالطول أمد العمليين لأنه كم مرة كان ممكن يخنع الأوكراني الأوكراني ولكن كنت عم تمديله لا بدك تستمر مساعدات مساعدات أموال سلاح كذا وهيدا نفس الشي طالما أنت يعني جيسمين عليهم للأنظمة العربية ما رح يقدر بيعملوا شي والكل بيعطيكي تطمينات أنه لا مش رح تتمت كأنه الحرب الموجودة على الجنوب والشهداء اللي عم ترتقي على اليوم سبعة شهداء كمان من عزي فيهم اليوم سبعة يعني صاروا بالسبعين شهيد إذا مش أكتر لأنه أنا بكرة صرت الأرقام يعني يريد بيقدر الواحد أسميهم يعني شفت مشهد بنيورك تايمز يمكن أو بأمريكا أنه ما تدولون الأسماء أمام البيت الأبيض أمام البيت أو شي أول ستريت أو شي هيكي حملوا أسماء كل الشهداء الأطفال وعرضوهم قديش بدها تكون اللاحة كبيرة مش مشكلة بس أسماء مش أرقام أسماء وحيوات يعني أنا بيعجبني بتليفزيون المنار كل مرة بحطلنا صيرة الزيتية صيرة الزيتية لكل شهيد ومشاهد منهم إنه ما حدا يحطلنا سبعين ستين ثمانين مية هلا أي إلى وقع أساسي وقت اللي بتذكريها وبتكمل الخبرية عنهم المهم إنه في شهداء وفي شهداء أطفال ارتقوا بجنوب لبنان يعني قتلهم الإسرائيلي في صحفيين بعدهم بالمستشفى طبعا وحياتهم بعدهم هدد بالخطرة من عملية لعملية يعني نذكر كريستينا عاصي تقربيك كريستينا هلا كلنا منقرب بالعاية لعم لأ وفي زمن وكارمن جوهداء وكامير بعد عم بتعاني وقلي زخيا وفي ست ست وصيبوا يعني وفي عيسام عبد الله استشهد وإذا سينا حدا نعذرونه أكيد بس أنه لأ فيه فيه بلبنان نحنا بحالة حرب مش مسموح بقى أنه نكمل حياتنا طبيعية وعادية يعني أنه المطاعم والسهار طويلة رح بتكون الحرب وأكيد بدوا يدخلوا بس أنا ما كتير عندي بسقة بموضوع السياسي لأنه 12 سنة بسوريا كانوا كمان عم يتحكوا علينا إن كان بأستنى ولا بجناب يعني وين الحلول اللي إجدوا ودخلوا بكتابة الدستور وبالتغيير وبالكذا ولا شي يتغير غير إنه صار فيه 17 مليون سوري يمكن خارج سوريا ومحاصرة وقابلة بكل أنه ما بعرف ما تبقى من الدولة في سوريا فالمفاوضات السياسية ما شفنا اللغة اللي حكيوا فيها مع جوتيريش إنه برعاية مين وإحنا بيتحكوا علينا أحيانا وقت اللي عملوا ترسيم الحدود وكذا وهاكي برعاية الأمم المتحدة الأمم المتحدة ما نحنا شايفين اليونيفل جبناهن بقدهم وقضيدهم والدول المتنوعة وهاكي اللي دول الفيرست كلاس يعني مثل إيطاليا وفرنسا وهاكي عندهم ملاجئ دول الفقيرة مثل الدول الأفريقية والأسيوية والهند وهاكي موجودين هن بالخطوط الأممية وكمان عم يتعرضوا لضربات يعني عم نسمعون اليونيفل عم يطلبوا بالتصريحات للغرب عم يطلبوا حماية الجيش اللبناني أنه من الدربات الإسرائيلية أو شي يعني شي بيدحك أنه أنا على مين بدي عول لغير أنه تعليمات اللي عم يجي لأنه التتفاوض أنت والأمريكي الأمريكي وزير الخارجية الأمريكي اللي حين وصل على إسرائيل وصل وقال لك أنا جاي بصفتي يهودي صهيوني بعدا دائس حكومة مش بصفتي وزير خارجية أمريكا ونفسه هيدا الشخص اللي حضر غرفة العمليات العسكرية واجتماعات الكابينت بإعلان الحرب على غزة وهو نفسه اللي عم يروح يحكي مع الأردني ومع المصري ومنجتمع ساعة سوداسية ما بيقبل إلا إجتماعات سوداسية حتى تتناسب مع النجمة وقت اللي بيجيب الخمسة وهو السادس سوداسية ما قالوا خمسة زائد واحد إلا إجتماعات سوداسية بالرمزيتها أنا بدي أشكري كلمة أخيرة إذا بدك تقولي بعدا دي نص دقيقة بدي أسلم هو إذا أمكان فما بعرف أنه أنا اللي عم أقوله أنه إي المقاومة هي اللي بدت ترسم هيدا الطفل المقاوم يوسف ولا ما بعرف شو اسمه أو حمزة أو عيسى أو هو اللي رح يرسم يرجع خريطة كل العالم إذا انفجرت أكتر لأن المواجهات حاصلة الأداب تنفجر أكتر وتتوحش أكتر على الكل إسرائيل بس بتصور أنه في تحذيرات عم بتحصل من خلال الصواريخ اللي من اليمن والعراق والجبهة اللبنانية تحذيرات بأنه اللعب صار عم ينفوذ الوقت الكاتب الأستاذي سوريا عاصي أهلا وسهلا فيك شكرا لنتاليا عن رس السود شكرا لكي فورك كمانا على الكاميرات والشكر الأكبر للأصدقاء المستمعين وإلى موعد جديد عبر سودفان إلى اللقاء اشتركوا في القناة